صباح الخير عليكم جميعاً وصباح الخير على كل السادة الحضور معاني دولة طيس الوزراء كل السادة الوزراء اللي موجودين تحاتي للجميع أكيد أنا النهاردة سعيد أن أكون متواجد في حد رصاد كبير ببقى فخور جداً جداً أن أكون متواجد في الأحداث الهضرية في دولتنا العظيمة طبعاً مصر وطبعاً يمكن دكتورة شاف شاح نحن نظمنا في الفترة الأخية بطولات كتير وحققنا فيها نجاحات كتير والنهاية ده في السبورت إكسبو أكيد نفس الحكاية كمان إن شاء الله ده يكون من الفعاليات المهمة والنجاح بإذن الله في بلدنا مصر النهاية ده وإحنا بنتكلم بنتكلم عن الطموح الطموح وإزاي أن أنا أصنع بطل فهتكلم عن حاجات خاصة أنا شخصياً وهتكلم بشكل عام يمكن علشان أصنع بطل النهاية ده لازم أحلم وإنت بتحلم لازم تقاطل على حلمك علشان تقدر توصل للهدف اللي أنت عايزه أكيد ما فيش حاجة بتيجي بسهولة ولكن كل واحد عايز يوصل للمكانة اللي لازم يحلم وأكيد هيواجه صعوبات لازم تتخطى كل الصعوبات دي في وقت من الأوقات أنا حلمت إن أنا كل عيب كواه وبعد كده الحلم بتاعي بدأ يزيد والحلم بتاعي بدأ يختلف إن أنا لم ألعبش المنتخب مصر وبعد شوية الحلم الجدد بالنسبالي إن أنا حقق بطولات مع المنتخب وقدرت إن أنا حقق بطولات مع المنتخب فتجديد الحلم ده مهم لصناعة البطل وبعد شوية جي رقم الأهم بالنسبالي إن أنا أقدر أوصل إن أنا مسل منتخب بلدي وأعلم من منتخب بلدي وإن أنا أكون أكتر لعيب في العالم لعبت شريطة منتخب مصر وقدرت إن أنا أوصل لده ده بيخلينا نقول إن كل واحد عايز يوصل لهدف لازم يحلم ولازم يقاتل على حلمه ولازم يتخطى كل الصعوبات ما بتوصلش الحاجة إلا لما بتجتهد وبتقاتل وتتخطى كل الصعوب اللي بتواجهك فمن هنا يكون صناعة البطل عندنا أبطال كتير قدروا إن هم يحققوا مدليات في الفترة الأخيرة عايزين ده يكون في الفترة اللي جاي يكون أفضل ونشوف إن أبطالنا دول فعلا يشرافوا بلدنا ويرفعوا اسم مصر في المحافل الدولية ونشوف دايما أبطال لأن فعلا عندنا أبطال سواء في العلعاب الجامعية أو العلعاب الفائدية يستحقوا إن هم يكونوا متواجدين ويعلوا اسم عالم مصر في النهاية مش عايزة طول كتير احلم وصدق حلمك وسعيد إن أنا أكون موجود معكم شكرا